قام معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد بجولة تفقدية على المركز الإعلامي بفندق الميركر بالظهران وذلك للاطلاع على الاستعدادات الوزارة للقمة العربية التاسعة والعشرين وطلع معاليه على المركز الإعلامي الذي يستضيفه نحو ستمائة صحفي منهم أربعمائة وثلاثة وعشرون إعلامي من خارج المملكة يمثلون أبرز وكالات الأمبة ووسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية وحث الدكتور العواد جميع العاملين والنسولين في الوزارة ببدل أقصى الجهود لخدمة الإعلاميين القادمين لتغطية القمة كما رحب بجميع الإعلاميين الذين قدموا للمملكة لتغطية أعمالها